السلام عليكم من رحمة الله اليوم الحصة الثالثة لرياضيات صف الخامس في بغاز كابسكول اول حاجة هناخدوها هي مراجعة نحن في الحصة اللي فاتت كمان نجزل اول من الرياضيات فهندير المراجعة علينا شوية هيك وبعدين هناخدو تعلموا حاجة جديدة اول حاجة اللي هي الضرب في عشرة وبعدين الضرب في عشرة نبدأ الحاجة بالمراجعة هنا نحن خدينا تحديد القيمة المكانية صح الارقام هنا في السؤال هذا نبدو نحدد القيمة المكانية للارقام اللي هو هنا اول حاجة السلفية الرقم الذي قيمته المكانية الملايين هو يعني اي رقم يعبر عن المليون نحن تعلمنا نعد اول حاجة الخانات ونعرفها والحاجة ان اول خانة دي ما معلمين هي خانة الاحاد وبعدين نمشوا بعد الاحاد عشرات مئات ألاف عشرات الالاف ومئات الالاف وبعدها مليون صح؟ معنا هنجو نبدو كأول حاجة هنا هنا ومرة وتعلمنا حاجة اخرى ان ما نعدوش ام يعني لما يجد عنا رقم كبير هكي ما نضيعش وقتي وانا نعد نبدو بالاحاد صح؟ تعلمنا ان هنا في مسافة معناها الرقم اللي بعدها على طول الف اللي هو هنا تسعة ساع هنا في مسافة الثانية معناها الرقم اللي بعدها على طول سبعة نحن اول ما تعلمنا قيمة المكانية كنا نعدو من الاول نقوله احد عشرات مئات لكن بعدها خلاص نحن كبار صح كبار شطرين معناها نعرف ونعدو معناها هنطلعوا اي رقم والمليون هكي اول ما نبحث نعرف هنا مسافة هذا الف هنا مسافة هذا مليون صح؟ معناها القيمة الرقم الذي قيمته المكانية الملايين هو نكتبه هنا سبعة نجو نكتبها هنا سبعة اوكي بعدين نقيمة قيمة الرقم ستة ستة وين؟ ستة هنا صح؟ اوكي يبقي قيمة الرقم ستة قلنا التسعة شنو؟ ألف صح؟ اوكي بعد الألف شنو يجي؟ بعد الألف يجي عشرة الألف معناها قيمة غنب ستة هي اوكي 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 بعدين الرقم اثنين يمثل القيمة المكانية للرقم تسعة نحن عرفنا نحن نحن من الأول هو هنا قلنا مسافة بعدها رقم معناها الرقم هذا يمثل شنو؟ الالف اكملنا اول حاجة بعدين اكمل نمط الاعداد ما معنى هذا نمط ثلاثة ثلاثة اربعة بعدين هنا رقم عضلية فاضي بعدين ثلاثة ثلاثة اكمل نمط الرقم هذا يعني هنا مشيت بالترتيب انا نعرف ثلاثة الرقم هذا شن يخضر في حالي قبله زايد واحد معنى هنا زايد واحد تساوي اربعة زايد واحد تساوي خمسة زايد واحد تساوي ستة زايد واحد تساوي سبعة هكي معنى هالنمط يعني يعطيك ارقام مشيت بطريقة معينة ونبي نعرفها هنا هنا كل مجموعة مثلا هنا عندنا نبدو من احد عشرات مئات مشيت الخنات هذين مشيت بنمط معين بعدين عشرات الالاف مئات الالاف مشيت بنمط ثاني معين وبعدين المليون ماشي بنمط مغي نبدأ اول حاجة بال الاول هنا هنا عندنا ترد اصفار بعد هنا عندي ترد اصفار ترد اصفار بعدها برد ترد اصفار معناها نكتبها هنا معناها مش متغير شي صح معناها سفر 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 اوكي كملناها نجو التانية هي ترد مئة وتسعين نشوفوا كيف ماشي هنا ترد مئة وتسعين هنا أربعمية هنا أربعمية وعشرة هنا أربعمية هنا أربعمية معناها الرقم هذا زيد على الرقم هذا بعشرة صح بدي نجو نشوفوا الفرق بينه وبين هذا برضو الرقم هذا أكبر من الرقم هذا بعشرة معناها في المجموعة هذه ترد مئة وتسعين هنا أربعمية معناها يزيدا بكم بعشرة هنا عندنا أربعمية وعشرة معناها هنا شو هتكون نجدوها عشرة هتكون أربعمية وعشرين اوكي خلاص سوف نجو الآخر واحدة ذا هي المليون خانة المليون نشوفوا هذي شو تفرق التلاتة شو تفرق علي قبلها وشو تفرق علي بعدها هنا عندي اثنين هنا تلاتة هنا أربعة بعدها الرقم لي مش معروف كم بعدين ستة شو تفرق اثنين تلاتة أربعة مشيت كل مرة نجدو واحد صح؟ معناها هنا أربعة نجدوها واحد تقعد خمسة معناها الرقم لي حيطلع لي خمسة مليون واربعمية وعشرين ألف هذينا خلاص أصفار نجدوها خمسة مليون واربعمية وعشرين ألف ثو بعدين رتب الأعداد لأتي تنازليا تنازليا يعني من الكبير ونجدو ننزل الأصغر 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 أول حاجة نشوفه خانة خانة المليون عشان بنقعد نو لازم نشوف الخانة قلنا ما هي خانة المليون هنا عندنا صح؟ لأن كل الأرقام أكبر حاجة فيه نخانة المليون كيف نغرفوها؟ هنا مسافة معناها أنا مسافة معناها هذا مليون كلهم عندي مسافتين صح؟ هيك هيك معناها كلهم كلهم في خانة المليون ينتهم بخانة المليون معناها نجدو نشوفو نحن من الأكبر للأصغر فنجدو نشوفو خانة المليون من أكبر وحدة؟ هنا عندنا ثمانية هنا تسعة هنا واحد هنا سبعة من أكبر واحد في الرقم هذينا؟ التسعة صح؟ هنا هالتسعة هي أكبر أكبر رقم فيهن هنا ذات ثم نسائها هنا تمانية هنا واحد هنا سبعة ما عنا أكبر؟ هنا أكبر واحد فيهم ثمانية صح؟ هنا هالتسعة هذي الأولى هذي بعدها ثانيا بعد الواحد والسبعة من الأكبر السبعة صاح السبعة ترت وحدة وهذه حتكون الرابعة والأخير معناها تسع مليون أكبر حاجة بعدها تمانية مليون وستمئة ألف بعدها سبعة مليون وخمسمئة ألف بعدها واحد مليون خلاص كذلك كملنا نشلي بعدها قرب الأعداد الآتية لأقرب ألف دعونا في المراجعة حنعلمكم حاجة جديدة نحن المرة اللي فتت لما خدينا الدرس تقريب لأغرب ألف كنا كيف نقربوه فيها ناخد الرقم نرسمو خط الأعداد بعدها نحطوه ونحطو الرقم الأكبر منها والرقم الألف يعني الأكبر منها مثلا لو عطاني خمسمئة وخمسمئة حنحط خمسمئة وخمسمئة اللي هي الرقم بعدين نحط اللي أكبر منها أكبر من خمسمئة وشنو ستالف وبعدين نحط خمسمئة صح؟ هكي لما نحنا كنا حنديرها هنا لما كنا نديره في خط الأعداد أعطاني خمسمئة وخمسمئة هو رقمي حنجي حنجي نقول خمسمئة وخمسمئة هنا هكي خمسمئة بعد اللي أكبر منها اللي هي ستة لفزة أنا اليوم حنعلمكم حاجة جديدة أسهل بدون خاطل أعداد فيه يعني لما يطلب مني أني تقرب لأغرب ألف بعدين حنتحلموا تقرب لأغرب مية بعدين تقرب لأغرب عشرة وهكذا الموم خلونا توف تقرب لأغرب ألف لما يبي أسألنا أنا هنا عندي ستة صح؟ أوكي تقربها لأغرب ألف كيف نعرف أنا؟ نجي نبحث في الرقم اللي قبل اللي هو هنا يعبر عليه شنو؟ يعبر على خانة المئات نشوفه لو الرقم هذا اللي هو هنا ثلاثة هنا لما عندنا رقم أكبر من أو يساوي خمسة بعدين لو الرقم هذا كان أصغر من خمسة هذه القاعدة اللي حنمشوا بها أوكي للتقريب لأغرب ألف نجي نشوفه أي رقم نحن نحكو عليه الرقم قبل الألف اللي هي خانة شنو؟ خانة المئات نجي نشوفوها سحر قلنا لو أكبر من أو يساوي خمسة نجيدو واحد لل ألف صح؟ هي هنا الستة ولو أصغر من خمسة الرقم نخلي نخلوها الخانة الألف كيفما هي؟ نجي نشوفوها نبدأ بأول واحدة هنا الثلاثة خانة المئات نجي نشوفو هنا خانة المئات شنو؟ كنة المئات تلاتة التراتة شنو اصغر من خمسة معناها شن جيرو قلنا خلوه الرقم كيف ما هو معناها ون يمشي هيكي على خط الاعداد هنا هتكون عندنا سبع لاف او ستة لاف ساح يمشي الرقم لاصغر منه او لأكبر منه لما لما تكون الرقم هذا اصغر من الخمسة اللي هو هنا التراتة خلوه الرقم كيف ما هو شن حيقعد معناها هيقعد ستة لاف خلاص هذي كملنا هنجو نشوف الثانية عندنا الف تمانية وتسعين طبق نفس القاعدة هنا عندنا شنو سفر السفر اصغر من الخمسة صاح معناها نقوله تساوي الف خلوها كيف ما هي كنا صاح اوكي اللي بعد تسعة هذه نفس تمشي على نفس الخط الاعداد هنا عندنا ستة لاف وهنا سبعة لاف هنا علي نفسها تسعة تسعة شنو التسعة اكبر من الخمسة معناها شو نجيرو نجيدو نشيلو الستة لاف يعني ستة لاف نشيلوها للرقم الاكبر منها وهو كم سبعة لاف خلاص كملنا هذي صاح اوكي نجو هنا عندنا رقم يختلف مش نفس لي قابلها صاح انا قلنا مسافة اقترت ارقام مسافة معناها هذه خانة الالاف معناها ما يبينيش ما يبينيش ما يبينيش نغير هذه انا يبيني نغيرها اياه اللي هي خانة الالاف اوكي نجو نشوفوها معناها ستة تقد كيف ما هي اللي هي خانة عشرات الالاف ونجو نحن نشغلو علي شنو علي اياه خمسة الاف وخمسمية نجو نشوفوها الرقم هاذا شنو اللي هي خانة مئات صاح احيد عشرات مئات ديما نشوفو المئات المئات شنو تساوي خمسة شنجيرو معناها نزيدو للرقم اللي هو في خانة الالاف واحد شنو يقعد ستة معناها بعدين الاخرات يقدان سفر 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 معناها ستة اوكي تقد ستة وستين الف نجو نشوفو لي بعدها ثلاثة ارقام مسافة معناها هذي هي الالف خانة الالف هي خمسة هنا اوكي معناها الرقمين نحن نبقى القرب والاقرب الف معناها هذي ما خلاص ما غيروا فين شي الاتنية اجراتين هذي ما غيروا فيها شي نزلوها كيف ما هي تلاتة اتنين تنزل كيف ما هي ما غيروها شي نحن الخمسة شغلنا كله على الخمسة نحن الخمسة شنو نبقى نخلوها يا اما تجد خمسة كيف ما هي تجد خمسة لاف يا اما نجدوها واحد تجد ستة لاف صح اوكي نجو نشوف الرقم اللي في خانة المئات هل هو اصغر من الخمسة او اكبر منها او يسويها الستة الستة اكبر من الخمسة معناها شنو تجد الخمسة نجدوها واحد قلنا لما اكبر منها او تسويها نجدو الخانة الالف واحد معناها لما نجدوها ننطلوها الرقم الاكبر منها تجد شنو بدل الخمسة لاف تقعد ستة لاف معناها الرقم يقعد تنينة متين مية ستة وعشرين الف نجدو نشوفوا هذه عندنا هنا ستة هي في خانة الالاف صح معناها ستة هذه اما بتقديد ستة لاف يعني اما بتقديد سبعة لاف نجدو نشوف الرقم اللي في خانة المئات اللي قبلها كم خمسة اكبر من الخمسة يسوي خمسة صح معناها تقعد سبعة لاف راقد الله راقد كنا هاي سكر نسجل ساكرا هاااااااااااا أحسنا غفوة نشوف Cut نضعنا دون السلام. نجول اللي بعدها. انا كم عندنا? عندنا تسعة الاف تمانمية وتراتة وسبعين. معناها نبو تسعة لما نقرأها نعرف التسعة هي اللي في خانة الالاف. نجو نشوف اللي بعد التسعة خانة المئات. اللي هي هنا تمانية. عندنا تمانية صح معناها نقولو. تمانية شنو هل هي اصغر من الخمسة او اكبر من الخمسة او تسويها تمانية اكبر من الخمسة معناها شنجيرو. خانة الالاف قدنا نجدوها واحد صح؟ اللي هي هنا التسعة. لما نجدوها واحد تقدر عشرة. اوكي. بعدها ننزل التلاتة الاخرات. اللي هنا حقيقة نصفر صفر صفر صح؟ صفر صفر صفر. معناها هكي انا عندي شنو؟ عندي عشر الف. هنا كانت الف. الاخر خانة هي الف لها التسعة. لكن اكي لما قربناها. لما قربناها لأقرب الف قادة عشرة الف. نجو نشوفو. لي بعدها. هنا عندي. اطناشا الف. وين خانة الالاف اللي هي اتنين ايا. نجو نشوفو. قلنا اي حاجة. بعد اكبر من خانة الالف. ما ننجدوها بيها. ننجدوها كيف ما هي. نجو اتنين. نتحوو نبو نشوفو هيا تقعد الفين. يا ام تكت اكبر منها تكترات الاف صح؟ نجو نشوفو الرقم اللي قبل الف خانة المئات كم؟ سفر. السفر شنو السفر اصغر من الخمسة. صح؟ معناها الرقم. ما نجدوش. ما خانة الالف من سفر واحد. لكن تكت كيف ما هي. وبقيت اصفر. يعني تكت كم الفين. بح. هذا اكملنا. بعدها هنا عندنا تسعة ثمانين. الف وسبعمية وتراتة وسبعين. الالف وين التسعة صح؟ معناها التمانية تنزل كيف ما هي. نجو نشوفو التسعة. نشوفو الرقم اللي قبله خانة المئات كم عندنا سبعة صح؟ معناها السبعة اكبر من الخمسة. خانة الالف. الرقم اللي في خانة الالف نزدو واحد تقعد عشرة. ونزلو ارقم الاخراض باسفر. نجو نشوف اللي بعدها. عندنا ستمية الف وتسعة وتراتين. وين الديمة ترات ارقام ترات خانات مسافة. معناها الرقم اللي بعدها في خانة الالف. معناها السفر هي في خانة الالف صح؟ خلاص. معناها الستين. اللي هنا اللي هي ستة صفر. ننزلوها كيف ما هي. ما ننجروش في اشي. نجو نشوف اللي بعدها. خانة المئات. مئات وين خانة مئات السفر هادا صح؟ نشوفوه هل هو اصغر من الخمسة واكبر ما انا اصغر من الخمسة. السفر اصغر من الخمسة. معناها. نخلو خانة الالف كيف ما هي. تقعد سفر. وبقيت اصفر. اوكي. معناها الرقم هذا كم يقعد. يقعد ستمية الف. نجري اللي بعدها. هنا عندي الضرب في عشرة. هذا الدرس الجديد هيك خلاص هنكون نكملنا مراجعة. ونبدو في الدرس الجديد اللي هو اليوم الضرب في عشرة. كيف ندير هيك لما يعطيني رقم. زي هذا يقولي تراته في عشرة. تراته في عشرة يعني كم. ندين سهلة هي. شو معناها؟ معناها العشرة هذي. ما تكرر كم مرة تلات مرات. يعني عشرة وعشرة وعشرة. هذين شو نديرونا نجمعوهم. عشرة زائد عشرة. عشرين صح. زائد عشرة تلاتين. معناها تلاتة في عشرة تساوي. تلاتين. نجمعونا نشوفو واحدة اخرى. خمسة في عشرة. ما شو معناها؟ معناها العشرة هذي. كم مرة؟ العشرة هذي. خمس مرات صح؟ معناها. واحدة. نين. تلاتة. أربعة. خمسة. نجمو نشوفوها. عشرة زائد عشرة زائد عشرة. زائد عشرة زائد عشرة صح؟ معناها نقولو عشرة عشرين تلاتين أربعين خمسين. معناها خمسة في العشرة تساوي خمسين. لبعدها. كم؟ أربع عشرة في العشرة. معناها العشرة هذي متكررة كم مرة؟ أربع عشرة مرة. نجمو نشوفوها. واحد. نين. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. هداش. هناش. تلاتةاش. أربعة عشرة. أوكي. طب هلما بنجون هدو هذي كله. مرة واحدة الأخباط. ولا مثلا يبدأ يعد عشر و عشرين. وبعدين نوصر في رقم ما يعرف شي عدة. هنتعلم وبعدين طريقة أسهل. لكن هكي نشوفو في الأول. هكي كم يطلع لنا. عشرة. عشرين. ثلاثين. أربعين. خمسين. ستين. سبعين. تمانين. تسعين. مية. وصلنا المية. بعدين نبدو من الأول. مية عشرة. مية عشرين. مية. ثلاثين. مية واربعين. صح. معناها. أربع عشرة. تساوي. مية واربعين. طريقة الثانية اللي هي. هنتعلموه. نقوله. حسنا. حسنا. عندنا. أربع عشرة. لما نضربوه في بعضها. حسنا. حسنا. انه. شنو. تحوى الرغم هذا. شن تعلمنا من. خمسة في عشرة. شن الفارق بين. هذا. قبل ما نضربوه في عشرة. اللي هو خمسة. وشن الفارق بين الخمسين. شن صار. زدنا سفر هنا. صح. معناها. أي رقم. نضربوه في عشرة. نجده سفر هنا. في خانة الأحد. صح. نجو نشوفو هذه. حتى هي. شو الفرق بالأربع عشرة. والمية واربعين. زدنا سفر في خانة الأحد. صح. خلينا هو الأول. معناها. نجو نشوفو هذه. نجو نشوفو نطبقوها على الرقم هذا. هنا عندنا واحد في العشرة. شن نحن عندنا واحد. معناها هنا. هنا مية واربعين. قلنا شنو زدنا سفر. الأرباطاش ومية واربعين. زدنا سفر في خانة الأحد. وهنا قلنا. زدنا سفر في ثانة الأحد. معناها هذا. لما نضربو سفر في غانة الأحد. تقديدك عشرة صح؟ معناها واحد في عشرة بعشرة. لان اي رقم هذي معروفة اي رقم نضربوه في واحد يقد نفس الرقم. صح? نجو نشوف اللي بعدها. نقدر نحلوها بطرقتين ياما نقوله العشرة نزدوها تمان العشرة نزدوها مع بعضها تمان مرات ياما نقوله نزدو سفر للتمانية في خانة الاحد. نجو نشوفه بطرقتين ونشوفه تطلعنا نفس الاجابة اجابة او لا. نبدأ من الاول. عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين ثمانين. عندما زدنا بطريقة انه نجمه العشرات ما بعضا نطبع عدنا ثمانين. نبدو نشوف الطريقة الثانية. قدنا نحطه في خانة نكتب الرقم ونحطه في خانة احد يعني على يمينة نحطه سفر. تمانين نفس بعضا نصاح معناها اي اسهل الطريقة هذه. اي رقم نضربه في عشرة نحطه في خانة احدة سفر. اوكي نشوفه اللي بعدها. هنا خلاص نحنا تعلمنا كيف نضربه في العشرة نجو لحاجة اللي بعدها لهي هتكون اصعب شوية. الضرب في عشرات. شنو عشرات اي رقم يتكون من خانتين صح? عشرين تلاتين سبعين اي رقم في خانتين معناها عشرات. نجو نشوفه طيب. هنا عندي سبع مضروبه في كم عشرين. كيف نعرف عادي لازم ندير مثلا نكون حافظ جدوع الضرب ولا نكتب الضرب بتاع نديرها هكي بتاع سبعة ونقولوا عشرين ونضرب بالواحد ولا كيف نديرها? سهلة بك. نجو نشوفه. نحطوا سبعة كيف ما هي. بعدين نجو نشوف الرقم اللي بعدها هنا كم عندي عندي عشرين صح? العشرين شن هي? معناها العشرين اتنين مضروبه في عشرة. كيف عرفنا نحاولوا السفر هذا? لو حاولوا سفر تقد اتنين. لو نضربوها في اتنين نضربوها في عشرة. كم تساوي? هتساوي. قلنا اي رقم نضربو في عشرة نزيدو سفر في خانة لحيات صح? من هذي خانة لحيات تقد عشرين. عناها هيكي عرفنا ان الرقم هذا عبارة عن عشرين اه اتنين في عشرة. معناها اتنين في عشرة. هنا كتبناها بطرختين مختلفات. بس هنا نفس الحجة. هنا سبعة في عشرين وهنا سبعة في اتنين في عشرة. جو نشوفوها تبا. احنا تعلمنا كيف سهلا بكل تعلمنا كيف نضربوها اي رقم في عشرة صح? نجدو سفر في خانة لحيات. اوكي. هذي خليها معنا اخر حاجة. نشوفو سبعة في اتنين. كم سبعة في اتنين? معناها سبعة مرتين. سبعة زائد سبعة. سبعة زائد سبعة. كم? اربعطاش. عارفين هزا? اربعطاش. اوكي. قلنا سبعة في السبعة. سبعة في اتنين تساوي اربعطاش. بحما زرت عندي انا هذي. هيا فضل عندي في عشرة. اربعطاش في عشرة. كم تساوي? خدناها قبلها اي رقم مضروب في عشرة نجدو في خانة احدة كم? نجدو في خانة احدة سفر. معناها نبدأ اول حاجة احد اللي هي السفر. بدين نزلو الرقم كيف ما هو يقيد اربعطاش. معناها سبعة في عشريت تساوي كم مية واربعين. خلاص ادي كمناها. نمشي اللي بعدها نشوف اللي بعدها. خمستاش في ستين. انا نازلتها. نزلنا الخمستاش اللي هو رقم نعرفوه بكم مضروب فيه. هنا لوتا. وبعدين قلنا هذا ستين. ستين يعني شنو? معناها ستة في عشرة. نجو نحن. نشوفو نضربو اول رقمين هذين. بعدين الرقم اللي يقلعنا نضربوه في عشرة. نجو نشوفو نحن نحن نحلو في هذه تو. عندنا خمستاش في ستة. عندنا طرقتين يا اما نجمعو الخمستاش هذين. نحن توقعين نشتغلو هذه هذه. نجو نشوفوها. خمستاش في ستة. عندنا طرقتين يا اما نكررو الخمستاش ست مرات. يا اما نضربوهن هذين. بايه. نجو نشوفو. الضرب العادي. هنا عندنا خمستاش وهنا ستة. ستة في خمسة. نضربوهن صح? الستة في الخمسة بيه تلاتين. سفرهم هنا تلاتة. بعدين ستة في الواحد. بستة زائل تلاتة. تسعة. معناها تسعين. نجو نشوفو الطريقة تانية. ست مرات. كم هيطلع لنا? نجو نشوفو خمستاش زائد خمسة تلاتين. خمسة واربعين. زائد خمستاش. ستين. زائد خمستاش تانية. خمسة وسبعين. تسعين. معناها هكي. هنه اتنين نفس لانية. نشوفو اي الاسهل. واي يعني اريح معنا. مثلا كاين واحدة نقدم ندروها اسرة. تطلع من الاجابة صح. نختروها. ياما نجمع الخمستاش مبعادها ست مرات. اما ندروها هكي. ستة في خمستاش ضرب عادي. خلاص. هذي كمناها. نجو نرد المسألتنا. خمستاش في ستاش طلعناها في تسعين. مضروبة في عشرة. كمها تساوي? تسعين في عشرة. اي راقم نضربه في عشرة نزيده في خانة احدها سفر صح؟ معناها نحطه تسعين. نحطه في هذا الاحايد هي اول واحدة على مين جنا? سفر معناها تسعين في عشرة بتسعمية معناها آآ خمستاش في ستين تسعمية. كذي كملناها. مش اللي بعده. هنا عندنا تدريبات آآ عندنا رقم مضروب في رقم مش معروف يساوي خمسين. نحن مطلوب منا اننا نطلعوا الرقم هذا كم? شوفوا نشوفوها هنا. هذا عندنا هنا خمسين وهنا خمسة. شنو الرقم اللي ضربناه? شي الفرق لنا بناتل خمسة وخمسين ان هادي في سفر في الاحاد صح? مان الرقم اللي لما نضربوه في اي رقم نجدوا سفر احد شنو العشرة معناها هنا حتكون عشرة. نشوفو التانية. عندنا رقم مش معروف مضروب في عشرة يساوي عشرين. هنا نقولو. نقدروا ندرها بطرقة واحدة اخرى نقولو عشرين قسمة عشرة حتي يطلعنا الرقم هذا او نحن ندروها هيكي نفكر يعني شوي. هنا عندي عشرين وهنا عشرة صح? معنا نقولو في رقم لما نضربوه في عشرة تقدر عشرين. شنو الرقم هذا? هذا شنو? في حاجة تعلمنا ان اي رقم نضربوه في عشرة نجده سفر في خنة احدة هذي احد. كلا نحاولوها هيكي. معناها اعتقد اتنين معناها الرقم اللي نبوه مش هذي تساوي عشرين يو اتنين. اتنين في عشرة بعشرين. نشوفو هذي نفس الاولى رقم واحد هي اه رقم مضروب في عشرة يساوي تمانين. خلاص نحن عرفناها سهلة صح? كيف رقم اتنين هي هذي. نحاولو هنا خلط الاحات حاتقات كام تمانية وانا هنقولو تمانية. تمانية في عشرة هتساوي تمانين. حاتقات تمانية في عشرة تساوي تمانين. احنا هنا كنا هذينا كل هن ضرب في شنو ضرب في عشرة صح? نجو نتعلمو اه التدريبات عندنا هنا عضرب في عشرات معناش رقم عشرة هنا عنا عشرات. نشوفوها كيف نجيروها. قلنا اول حاجة هذي مش تقد عشرة نعرفو كيف نضربوها. نحاولو رقم هذا نخلوه رقمين صح? لما الرقم هذا نقسموه على عشرة هيتلاعنا الرقم اللي نبوه لهو هيقدر لرقمين. هنا اربعين قسمة عشرة كم? اربعة صح? لانا لما نحاولو السفر هذا هتقد اربعة. قلنا نحنا اي رقم نضربوه في عشرة نزيد صفر في خانة الاحد معناها تقل تسعين. في. نكتب لوطة هنا عشان نستني. نقولو تسعين. في. اربعة في. عشرة. نحن نجيبو حل هذي. عشان بعدين نضربوها في عشرة. نجو نشوفو قلنا. يا اما تسعين جدو مبعادها. اربع مرات. يعني نزيدوها مبعادها اربع مرات. يعني نضربوها. نجو هنا نضربوها هذي. اربعة في. اربعة في. اربعة في السفر. سفر. معناها. اربعة. اه. تسعين في الاربعة. تراتمية وستين. مضروبه في عشرة. اي رغم مضروب في عشرة نزيدو في خانة احادة كم? خانة احاد سفر سفر هي اول خانة هنا. معناها يقدر لنا تلاتة الاف وستمية. نجو نشوفو رغم اتنين. سبعتاش في السبعين. هنا عندنا السبعين اللي هي. اي رغمين عشرة وسبعة. هنا هتقعد سبعتاش في سبعة في عشرة. سبعتاش في السبعة نحلوها هنا ونقولوا. سبعتاش مضروبة في سبعة. تسعة واربعين. اربعة وبعدين سبعة في الواحد بسبعة ومعنا اربعة بتجد تمانية تسعة عشرة حدااش. هنا هتقعد سبعتاش في السبعة. هنا نحطه مية وتسعة ونضربوها ما زالت في عشرة. جدنا اي رغم نضربه في عشرة حطوه في خانة احادة سفر هنا تقعد نزلوه كيفما هي الرغم هذا بعدين حطوه في خانة احادة سفر هنا هتقعد عدد الف ومئة وتسعين. هتقعد عندي ستة معناها هي ستة في عشرة. واحد تراتين في ستة بكم? نجو نشوفوها واحد تراتين وستة. ستة في الواحد بستة. وبعدين ستة في سلاتة. جدنا ستة في واحد بستة. بعدين ستة في تراتة بتمانتاش معناها مية ستة وثمانين. تقعد مية وستة وثمانين في عشرة. خلاص نحنا حفظناها اي رغم. ينظر في عشرة نزيد خانة احدة سفر معناها سفر ستة تمانية واحد. كم تقعد؟ الف وثمانمية وستين. رغم اربعة. هنا عندنا. نين سبعة اربعة. مضروبة في الخمسة لما نقسموها على الخمسين لما نقسموها على عشرة حتي قد تكمل خمسة معناها خمسة في عشرة. خمسة في عشرة كم تساوي نضربه الحجل الخمسة في رغم هذا. وبعدين الرغم اللي يطلع لنا نضربه في العشرة. نجو هذي ميتين واربعة وسبعين. ميتين واربعة وسبعين في الخمسة. خمسة في الاربعة بعشرين سفر ومعنا نين. خمسة في السبعة خمسة وثلاثين ومعنا اتنين ستة وثلاثين سبعة وثلاثين معناها هنا سبعة معنا التلاتة. خمسة في اتنين بعشرة زائد تلاتة تلات عشر معناها ميتين واربعة وسبعين مضربة في خمسة تساوي الف تراتمية وسبعين. نقولوا هنا الف تراتمية وسبعين. مضربة مزرت في عشرة تساوي كم حطوها الرقم كيف ما هو ونجدوه في خاند احدة سفر. فعناها الف تراتمية وسبعين مضربة في عشرة تساوي سبعمية. نمحوا هذين عشان نحلوا لبعاتها. نجو نشوفوا هذي توا. الف وتسعمية وسبعين. مضربة في تسعين. الف وتسعمية وسبعين مضربة في تسعين. هنا والحاجة وغطوها السفر تقعد تسعة صاح معناها الف وتسعمية وسبعين مضربة في تسعة مضربة في عشرة. كم تساوي؟ نجو في الاول نضرب هذين دنيا في بعضها الف وتسعمية وسبعين. الف وتسعمية وتسعمية وسبعين مضربة في التسعة. نشوف الرقم. تسعة في سفر. تسعة في سفر سفر. وبعدين تسعة في ومعانا. واحد. معانا ستة. عفوا. تلاتة معانا ستة. بواحد تمانين. زائد ستة. زائد ستة. هتقعد تكمل سبعة وثمانين. راح؟ معناها هننحطه. سبعة ومعانا تمانية. تسعة في الواحد بتسعة زائد تمانية تسعة زائد تمانية. سبعتاش. معناها. حطوا نحط اخرى. هنتقعد. معناها نقوله سبعتاش. الف وسبعمية وتراتين مضربة في عشرة. نحط الرقم كيف ما هو. نزيده في الخانة الاحادة سفر. سبعتاش. من الف وسبعمية وتراتين. نحط في الخانة الاحادة سفر. معناها. الف وتسعمية وسبعين مضربة في مية وسبع وسبعين الف وتراتمية. كمالنا درس اليوم. تعلمنا الضرب في عشرة والضرب في عشرات. وهذا هيكون الواجب. اول حاجة عندنا هنا سبعتاش في تلاتين. بعدها عندنا خمسة وغشرين في ستين. اربعمية وتمانية وسبعين في عشرين. تلاتمية وعشرين في خمسين. الف وتراتمية وخمستاش في تمانين. الفين وستمية وستين في سبعين. حلوها. وهذهنا كل رقم منهن. لهنا هذا ضرب في عشرات. اي رقم منها لازم نحاولوه لرقمين لهو يقد عشرة. وشوفوا الرقم التاني شن مصار. هنا عشرة ورقم تاني شن وبعدين نضربوهم كيف ما درنا في التدريبات اللي حلينه. تلاقوا في الحصة الجاية وموفقين.